بولس لما كتب لكنيسة غلاطية وبولس اختبر قوة المسيح واختبر قوة الخلاص من خلال هذا الانجيل المغير الذي لا يتغير ولما كتب لكنيسة غلاطية عم بيحارب بدعة اللي عم بيضيفه على الخلاص كانوا لازم يتمارس أعمال النموس اللي هي دعاة التهويد فبقول يعني يحول إنجيل المسيح لكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أنا ثيمة يعني ملعون أو محروم أو مقطوع كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أنا ثيمة فبقول أفأستعطف الآن الناس أم الله أم أطلب أن أرد الناس فلو كنت بعد أرد الناس لم أكن عبدا للمسيح بعدين بيحكيها بشكل إجابي بقول وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان هذا الإنجيل اللي بيبشر فيه بولوس لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح وطبعا بيتكلم عن سيرته الماضي كيف كان يضطهد وكيف كان يقاوم وكيف الرب بتقابل معاه على الطريق إلى دمشق مثل ما حاضر ذكرت بس اللفت إنسان إنه ما تعلمش من إنسان بإعلان صح صح أخده بإعلان مباشر من الله أنا جئت على ذكر الكلمة إنه كلمة الله تعود للكلمة الأزلة نعم يلي هو شخص الرب يسوع المسيح فإنجيل المسيح مثل ما قلت الأي أسيس هو يتلخص بأي وحدة الإنجيل المسيح مات ودفن وقام هيدا الإنجيل شفت كيف فالمسيحية لو ما فيها قيامة كانت مسيحية ما فيها رجاء لكن بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات لنا رجاء صالحا بالنعمة فأهل غلاطية فاتوا بمعمعي نعم يعني بينا حيصة بيس نعم ليه لأن كان البعض بعده متعلق باليهودية وبالأعمال الميتي نعم يلي بيحكي عنا بالعبرانيين لكن بدي وضح شيء أنه الإنجيل الله عامل لأجلنا بينما النموس الله يطلب مننا أن نعمل أعمل هذا فتحيا وإن حفظت التسعة أنه عشر وصايا وعثرت في واحدة أصبحت مجرما في الكل نعم كيف الإنجيل عاملا لأجلنا في نيابة المسيح عن البشرية بموته على الصليب وعن كل إنسان بصيرة المفرد هو تم من نموس لأن ما أدر ولا أي شخص ولا أي نبي أن يتم من نموس إطلاقا لأن الجميع زاغوا وفسدوا معا وأعوزهم مجد الله لكن المسيح تم من نموس المسيح يقف على كتف التاريخ هو صانع التاريخ ويقول ما قالها نبي ما من منكم يبكتني على خطية فالرب لم يعتزر مرة ولم يتراجع مرة تبارك اسمه هو أمس واليوم وإلى الأبد هو نبع القداسة هو نبع الطهارة هو نبع البر هو نبع الصلاح هو نبع المحبة هو الله المتجسد تبارك اسمه فالإنجيل الله عامل لأجلنا مسيح تمم النموس يعني أنا لما نقبل المسيح في حياتي كأني تممت النموس وهذا الفرق بين الإنجيل والنموس الانجيل هو إنجيل النعمة صح يعني عطية الله تمام إنجيل النعمة مشان هيك بيقلك فيه قوة الله للخلاص